موسيقى إلى مصر بأحكام غير قابلة للطعن قضت محكمة الجنايات بالسجن بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة فيما يسمى بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على أربعة حقوقيين هم عائشة خيرة الشاطر وزوجها وعضو مجلس حقوق الإنسان هدى عبد المنعم والمحامي عزة إغنيم الحقيقيون الأربع الذين يعملون في مجموعة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطة سياسيين وحقوقيين ومحامين تفاعل كبير مع هذه الأحكام التي وصفت بالظالمة على منصات التواصل الاجتماعي وتعاطف كبير مع المحكومين Human Rights Watch قالت أو أدانت المحاكمة وقالت إن محكمة أمن الدولة في مصر تحكم بأحكام جائرة في غياب الإنسانية ضد محامين وحقوقيين تقول المقرر الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور في تويتر سأتابع عن كثب الحكم المتوقع لمحكمة أمن الدولة طوارئ في مصر غدا في قضية أربعة مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان تم احتجازهم تعسفيا في 2018 واختفوا قسريا وعذبوا وحرموا من الزيارات العائلية واتهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية نور حديدي ابنة عائشة الشاطر قال أو أرؤ نور ابنة عائشة الشاطر عايزين يحرموني منك يا ماما عشر سنين عشر سنين كلمات نور هذه المؤلمة عبرت أيضا عنها باتصال هاتفي مع فضائية الجزيرة بكت وأبكات المذيعة معها ماما أصم ما أمنيتوا حاجة أنا عشت معي أبنة عجلة أزرع وبنأخر يقولوا لي أكثر تعبير عن حب الوطن أحب الوطن ليه أنا كرها وطني حتى المس اللي بحبهم أخذوها بني ماما أصعب أن تكون ممكن يوم من أيام تبقى موزي خالي اللي كان بضائي وكان حبيبي وكان كل حاجة أغرموا مني وكفل تركي ما أنا مصادر يقول مراد علي من الذين علقوا على هذه المحاكمة إلى أبناء عائشة الشاطر لكم أن تفخروا بأمكم التي دافعت عن أبيها وأخويها الذين اعتقلوا ظلما أمكم فخر حقيقي للمرأة المصرية التي تقف جانب أسرتها ترفض ظلمهم ولا تهاب الظالمين ستعود أمكم قريبا بإذن الله لأحضانكم فالله على كل شيء قدير وهذا الليل سينجلي أسامة جاويش أيضا علق وقال في تويتر عمر الظلم ما قوم دولة الباحث في شؤون الشرق الأوسط فراس أبو هلال أيضا يقول في تويتر ما يمارسه نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين هو ليس مجرد قرار أمني أو سياسي بل هو انتقام بدائي يحركه حق شخصي على طريقة العصابات آخر حلقات هذا الانتقام هو الأحكام القاسية اليوم ضد عائشة خيرة الشاطر وعائلتها ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كبير القوم من يحمل الحقد على حد ما كتب فراس أبو هلال في تويتر هذا الحدث أدانته الكثير من منظمات حقوق الإنسان ولا كلمات يمكن أن تصفه إلا ما قالته عائشة الشاطر بأحد محاكمات والدها نفس المحكمة ستتعزيني اليوم سنقوم بقولنا نفس واحد وانت سوف يتفضل الموت وحيبا في قوة في ضعين إنكم الله هل تخصبوا دنيا وآخرى وإحنا الحمد لله خصنا دنيا وآخرى نحن تخصبوا دنيا أنكم أسماع عديد للقضاء لأسيانكم إننا الحمد لله إحنا خصنا الدنيا وآخرى هل تخصبوا دنيا وآخرى وشاشقوا كلكم واحد واحد إنكم قلوق فراهون ما فينا لما خصل بفراهون إنكم قلوق فراهون إن شاء الله نسمعكم على الصراع وحنقص منكم واحد واحد على كل لحظة ظلم على كل لحظة حرماننا هلينا على كل أباة الفتحة في أولاده وفلق أجماله إننا نقص منكم واحد واحد ترجمة نانسي قنقر